بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة برايماري فور هنشوف النهاردة سوى بإذن الله البرفورمانس تسك اللي هي المهام الأدائية اللي كلكم سألتوا عنها مع أنها حقيقي سهلة جدا تعالوا نشوفها سوى بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفوا الفيديو ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة بتاعتنا واتتبعونا على التليجرام وعلى الفيسبوك الجروب والبيج هتلاقوا اللينكات بتاعتهم موجودة في الديسكريبشن بوكس سندوق الوصف تحت الفيديو ياريت كمان لو استفدتوا تنشروا القناة بين أصحابكم وحبيبكم وياريت تفرحوني بلايك على الفيديو يالله نشوف سوى ايه هي التسكس المعانة وازاي نقدر نحلها أول تسك معانا بيسألنا عن حدوتة البات ممكن بقى يجي لك نفسها أو بتاع الكويتشن نفسه متغير يعني ممكن يقول لك مثلا لما تعمل سطادي لبيج 100 والحدوتة دي تقدر تعمل المهمة في الآخر إنه هو عايز فكرة الانالايز والكونكلود من الوي بتاعت البات إزاي بتستخدم الساود يعني إيه؟ يعني أفهم بالزبط كده البات تستخدم بروبرتي أو حدوتة اسمها إيه؟ وعمل بيها إيه؟ وده معناه إيه؟ البات استخدم حدوتة اسمها إيكولوكيشن بروبرتي وقلنا البات استخدم الإيكولوكيشن ده عشان حكتي علشان يعمل لوكيت للأوبجيكت دي وطبعا البري بتاعته وكمان أفويد إنه هو يخبط يعمل هات في أي أوبجيكت حوالي عملها إزاي الحدوتة دي إن الساوند الباونس باك اللي رجعت له تاني هل بذام توفاين البري بتاعتهم وموف ويضاوت هات أو أيثنين يا مثل لو اختصرت وقلت إن البات يوز الإيكولوكيشن تو لوكيت البري and avoid being hurt كده تمام تمام أهم ثلاث كلمات يتقلولي هما الإيكولوكيشن وبيعمل لوكيت وحيفاين دي البري وأفويد الهات رتبهم بقى بالطريقة اللي تريحك في جملة كاملة الكونكلوجن الكونكلوجن اللي فهمتوا من الحدوتة دي إن البات بيعمل هانت في النايت يعني في الدارك أصله هو أصلا نكتورن الأنيمل وده أهم كونكلوجن أقدر أفهمه من حدوتة البات والساون اللي هو من الأنيملز اللي بتعمل الهانت بتاعها والحياة بتاعتها كلها at night at dark لأنه هما نكتورن الأنيمل دي بالنسبة لأول تسك تاني تسك ريليتت برضو بحدوتة البات ويسألك ويقولك ويسألك ويقولك draw وبعدين نرسم بقى شكل الساوند ويف كده كأنها كيرفد لاين كده وهعمل إن ده اللي بريديوس من البات وبعدين خبط بقى في أي حاجة لو مش عاجبك الباترفلاي مش عارف ترسمها اكتب يا سيدي بري أو ارسم حتى تري إن دي الاوبستراكلي يعني أو الوول اللي قدامه ارسم حيطة ارسم أي ركتانجل كده قدامك وبعدين الساوند ري حيرجع تاني للبات وهكذا طيب الكلام ده يميس لازم نكتبه وهو مش طالب تكتبه بس أنا بقولك انت بترسم إيه أو انت بتعمل إيه البات بريديوس الهاي بيتشت ساوند بعد كده الساوند ده هيهت سامثنج بقى يطلع بري يطلع الوول اللي قدامنا ويعمل ريفلكت بعد كده البات لسن للإيكو ده ويعرف إن فيه قدامه حاجة طيب كده تاسك وان وتاسك تو اللي هما ريليتد بحدوتة البات والإيكو لوكيشن تاسك ثري معنا بتتكلم عن البات برضو بس بتقولك إزاي أو اكسبلين واي البات يوز الساوند علشان ديفروند ميني الديني الهايبوسيسز بتاعتك والإفدنس هو أصلا يعني إيه هايبوسيسز ويعني إيه إفدنس هايبوسيسز يعني يعني النظرية أو الفكرة اللي في دماغك اللي انت عارفها والإفدنس اديني دليل على الحدوتة دي زي لما قولك كده حنتكلم أو حنشوف الحدوتة بتاعت محمد فين دلوقتي الهايبوسيسز بتاعتي إن محمد في المدرسة طيب والإفدنس بتاعي إيه بقى دليلي على كده إنه مش موجود في البيت والباك بتاعت المدرسة بتاعته مش موجود هي دي نفس الفكرة الهايبوسيسز بتاعتي إن البات استخدم الساوند في حكتين واحدة بتاعت اللوكيشن بتاعه إنه هو فايند اللوكيشن بقى بتاع البري أو فايند الوي بتاعه علشان ما يعملش هت في أي أبجيكت قدامه وتاني حاجة بيعمل كوميونيكيت مع بقية الهايبوسيسز بتاعتي إن البات يوز الساوند في الحكتين دول حدوتة فايند اللوكيشن وحدوتة الكوميونيكيت طب والإفيدنس بتاعي حكتين إن البات ده قدر يعمل هاند إن ده دارك وإنه هو نكتورن الأنيمل يعني هو أصلا بيعيش في الدارك بيعيش في النايد فهو عشان يعمل كوميونيكيت مع بقية إخواته لازم يبقى عنده حدوتة غير الساوند مش حينفع استخدم السايد عشان كده بيستخدم الساوند دول الاتنين إفيدنس اللي عندنا دلائل إن البات بيستخدم الساوند عشان يلاقي اللوكيشن بتاعه إنه هو بيعمل هاندين الدارك وكوميونيكيت إنه هو أصلا وبقيت البات طبعا نكتورن الأنيمل تاسك فور بقى بتكلمنا عن أو بتسألنا عن الموست كومون سيفتي فيتشر إن كور إحنا في لسون ون في كونسبت ثري يون تو اتكلمنا عن السيفتي اكوائبمنت أو السيفتي طول اللي موجودة في الكور وشفنا فيها حكتين هنتكلم عن نهم في التاسك دي هنتكلم عن السيت بيلت اللي هو حاجة كده بنعملها أو بنلبسها تو كيب الدرايفر أو حتى الباسنجر روم مووينج فورورد لما الكور ستوب وشفنا واتكلمنا عنها وكل حوادتها حكيناها في كمان تاني حاجة عندنا في السيفتي فيتشر أو السيفتي اكوائبمنت أو السيفتي طول زي ما اتفقنا هي الايرباج الايرباج دي شغلانتها ايه هي ايرباج دي بتعمل حكتين سلو السبيد بتاعت الدرايفر مووينج فورورد لو حصل كراش أو حصل اكسرنت زي ما شفنا الدرايفر بيتحرك لقدام كده فقلنا ان الايرباج دي بتقلل السبيد دي وكمان بتعمل ابزورب للإنرجي يعني بدل ما الراجل ده او الدرايفر ده حيمشي بإنرجي عالية قوي بيقوم خابط في الستيرينج ويل مثلا الدريكسيون اللي بيسوق بيه لا ده هو هيخبط في الايرباج فحتعمل ابزورب للإنرجي برضو وريليتت بحدوتة السيفتي فيتشور دي ممكن تجلنا بكذا شكل يقولك write an article او write a report about one من الفيتشور بتاعت الكار ميكر use to protect the driver and passenger والله لو جات الحدوتة لغاية هنا بس انا ممكن اتكلم عن اليرباج وممكن اتكلم عن السيت بيلت لكن لو حكيلي بقى بقيت الحدوتة او قال لي describe زي بتاعك ده work وقت وازاي بيساعدنا اكتر حاجة خدنا عنها details كتير اوي كانت اليرباج عشان كده يبقى الافضل نحفظ اليرباج بدل ما احفظ حاجتين يعني حاجة للسؤال الاولين لو جاب الشكل ده وحاجة للتاني فخلينا في عايز مننا كل حاجة عناها عايز بتاعت اليرباج اليرباج في الستيرينج ويل والست والدورز واللي تفتكروا وقولوا واللي ما تفتكروا مش لازم كفاية علينا مكانين ويا سيدي لو قفلت معاك خالص كفاية عليك الستيرينج ويل طيب ايه الايديا اوف اوبريشن احنا تكلمنا عنها في حددين الاول during the crash اول ما حصل الكراش واحنا قلنا ان فيه sensor بيتل اليرباج دي تو ان فلات يعني ايه ان فلات يعني تتنفق خالص وافتر كولوجين العكس بيحصل اليرباج دي بيحصل لها دي فلات فاست مش محتاجين اكتر من كده ونقول بقى خلاص الامبورتنس بتاعتنا اللي لسه ايلينها فوق هي بتعمل سلو للسبيب بتاعت الدرايفر وهو وابزور بشوية الانيرجي بتاعت الكار لما يحصل فيها كولوجين بكده حبيبي ان يكون خلصنا التسك اللي منزلاها الوزارة لجريد فور اتمنى تكون بقى اسهل وابسط ما تخافوش منها هي حقيقي بسيطة جدا وحتتم بمساعدة المدرس في المدرسة فحقيقي حتبقى سهلة ما تقلقوش ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق